بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم هنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا بيهملوا الكثير فرامل اليد أهميتها بالنسبة للجيربوكس الأوتوماتيك والجيربوكس المانيول وإزاي بتحفظ عليهم وتطول عمرهم ده اللي حنقول عليه في حلقتنا النهاردة ويلا بينا نشوف كل شيء في حلقتنا بالتفصيل فرامل اليد كتيرة ومتعددة عندي تقريبا خمس أنواع من فرامل اليد الفرامل العادية اللي بتبقى بين الراكب والسائق والفرامل اللي بتبقى عادة في سيارات النقل اللي بتبقى موجودة في طبلوه السيارة والفرامل اللي بالقدم واللي بتبقى في معظم السيارات الكبيرة نسبيا والفرامل الكهربية اللي هي عن طريق زر في الطبلوه بضغطه بشغل الفرامل وافصلها والفرامل الهيدروليكية اللي بتبقى في الشاحنات الكبيرة أهمية فرامل اليد كبيرة جدا وحنشوف إزاي نصلحها بكل سهولة وتكوينها بالضبط فرامل اليد مهم جدا سواء كان جير بوكس سيارتك أوتوماتيك أو مانيول في الجير بوكس المانيول وإنت واقف على مطلع سواء كان في إشارة أو غيره تعتمد على فرامل اليد وما تضغطش على الدبرياش والبنزيم عشان توقف السيارة ده بيقلل من عمر الدسك وبيتلف سريعا في السيارات الأوتوماتيك بحتاج وأنا في الباركنج على البي إن أنا أشد قبل ما أضع السيارة على البي أشد فرامل اليد ليه بشد فرامل اليد أو القدم حسب نوعها؟ لإني بحافظ على السقاطة أو الضراع الميكانيكي اللي هو في الجير اللي متثبت على المفتاح الخاص بالتحولات أو بالسلكتور بتاع الجير البي والإن والدي فيه ذراع ميكانيكي داخل الجير بوكس لما بقف على البي وأنا مش شادد فرامل اليد طبعا بتحصل مشكلة والذراع ده ممكن يتكسر وتحصل مشكلة كبيرة في الجير بوكس لقدر الله يبقى همية فرامل اليد للجير بوكس الأوتوماتيك والمانوال كبيرة جدا هنروح مع بعض بقى نشوف تكوينها واللي معظم شركات إنتاج السيارات بتعمل فرامل اليد على الإطارين الخلفيين فقط عشان نعمل صيانة ونصلح فرامل اليد لو فيها مشكلة في الأول هتروح تختبرها على أي مطلع وهتشد فرامل اليد على الآخر وتشوف هل هتقف السيارة أم هتنزلق لأسفل لو انزلقت لأسفل يبقى أنا كده محتاج أعمل صيانة يبقى لابد أن أنا أفك المصامير حاملة أقمشة الفرامل طبعا في البداية بفك التطارات بعد كده بفك أقمشة الفرامل زي ما هظاهر قدام حضراتكم بعد كده هفك الدسك وحلاقي أقمشة فرامل اليد عبارة عن نص سطوانة أو نص دائرة تقريبا نقصة شوية الأقمشة دي ما بتتلفش بسهولة بتتلف لو مشيت على السيارة وانت شادد فرامل اليد طيب حشد إزاي على فرامل اليد أو فرامل القدم وابدأ في توسعة أو في زيادة القطر نفسه بتاع الأقمشة عشان تمسك معايا بقوة وبشدة حلاقي عندي مصمار المصمار ده أدجستابل يعني قابل للضبط حبدأ أضبطه في اتجاه زيادة القطر أو في اتجاه زيادة الأقمشة للخارج بعد ما شد على المصمير حبدأ ألف في الدسك شوية شوية واشوفه بيتحرك معايا ولا لا طبعا لو شديت جامد الدسك مش هيتحرك وحتتاكل معايا الأقمشة وانا ماشي أو هيصدر صوت من السيارة فمهم جدا أن أنا أخد بالي من النقطة دي بعد ما شد على المصمار أركب الدسك ولف واشوف هل كده الخلوس كويس ولا لا وبكده يبقى حلية المشكلة بتاعة فرامل اليد ونيجي لسؤال حلقتنا النهاردة والمهم جدا فرامل اليد في السيارات تقريبا نوعين ولا ثلاث أنواع ولا خمس أنواع ما تنساش تسيب الإجابة أسفل الفيديو ويا رب حضراتكم تكونوا استفادتم وكل عام وأنتم بخير